السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة حوالي موضوع مهم هو Supply Chain Management او ادارة سلسل امداد والتوريد ايه هي الفائدة الاساسية بتاعت دراسة ادارة سلسل امداد والتوريد او Supply Chain Management في الصيدليات او في شغل ريتيل او في شغل التجزئة الهدف الاساسي من القصة دي هو انه معظم الدراسات الادارية بتتكلم او كانت بتتكلم في الفترة اللي فاتت عن انه يحسن جزء من المنظومة بتاعت الشغل مثلا في دارة الشراء هو بيحسن طريقة الشراء انه انت بتشتري بشكل كويس في السيلز هو بيحسن طريقة البيع Customer Service ده بيحسن من جودة خدمة العميل البراندينج بيحسن من المنتج نفسه كاسمه كبراند وكل حاجة من الحاجات اللي احنا بندرسها ادارية ادارة البناء اجمين مش عارفين الكلام ده كله كل الكلام ده ينصب في الاخر انه هو بيضبط Key Performance Indicator او معامل من معاملات الادارة هو ده اللي بيضبطه تمام? ويمركز عليه وكل حاجة Supply Chain Management هو اللينك ما بين الكلام ده كله وبعضه زي كده المنصق المنصق ما بين كل الشغل ده عشان في الاخر يطلع Output او عشان يطلع في الاخر المنتج المنتج اللي بيطلع في الاخر هو لو احنا بنكلم في مصنع يبقى المنتج النهائي انما Supply Chain مهتمة اكتر او مهتمية اكتر بفكرة او موضوع اكبر شوية من موضوع ان المصنع ينتج منتج وفلص على كده لا Supply Chain بتاخد من اول Aromaterial والجابت من اين لحد لما تم استهلاكها عن طريق العميل بكل الخطوات بتاعت الصناعة والتوريد والتهزين والتجزئة والتالف والمرتجع وكل العملية Supply Chain هي منظور اشمل لادارة السيدالية او او ادارة اي مكان اكتصادي في مصر او في عقية حتى في الدين جزء كبير من متبل fog مش بس مجرد انه احنا بندرس حاجات والحاجات دي هتبقى اه عالم كويس ان احنا بنتستخدمه لا احنا بنتستخدمه فعلا في التجزئة او في ادارة التجزئة بتاعتنا بس لازم نفهم الصورة الكبيرة هو هو الصورة الكبيرة علشان تقدر تاخد قرار مناسب في كل مرحلة او في كل حاجة واي قرار بتاخده في اي حاجة هو بيؤثر بشكل سلبي وايجابي على حاجات تانية تمام؟ يعني مثلا اه دلوقتي مثلا انت عندك مثلا وقت 24 ساعة في اليوم فانت جيت في يوم مثلا اشتغلت مثلا 18 ساعة ونمتلك ساعتين تلاتة بس في اليوم اكيد حصلت على فلوس ماديا اكتر اكيد حصلت على خبر اكبر بس جيت على صحيطك جيت على جسمك فبالتالي تاني يوم هيبقى الموضوع صعب بالنسبة لك انك تكمل بنفس الوطيرة او بنفس التركيز تمام؟ ف تمام؟ حابين برضو نتكلم على انه في اه تلات انواع من الفلو او تلات انواع من تدفق الحاجات في اه السلسلة او سبلاي شين دي او سلسلة الامداد فيه تلات حاجات نسب فاكرة ان سلسلة الامداد والتوزيع مهتمية اكتر بالنهاية تتبع الصنف او العلبة او البضاعة من اول ما تبقى روماتيريا لحد لما تبقى اخر حاجة عند الزبون او عند العميل ويستهلكها زي كس الشبسي اللي بيطلع من الارض فبيبقى في سماد وبيقى في بزور بطاطس وبيقى في زراع البطاطس في المكان وبعد كده بيتم جمع المحصول وبعدين بتتعمل البطاطس وبتروح المصنع بيتم انتاجها بيتم تغليفها الكيس اللي بيتم تغليفه بييجي من اماكن معينة بطريقة معينة وبعدين في الاخر بيتنقل في عربيات وي بيروح للمحل بتاع الجملة او الموزع وبعد كده بيروح لتجار التجزئة وبعدين في حرائك بتروح تشتريه من السور ماركت بخمسة جنيه او بسبعة جنيه او بعشرة جنيه وتفعر بقى السعر ساعتها هيبقى وبتاخد الكيس وبتاكله كده دي السايكل في تصور خاطئ ان مهتمية بالجزء ده بس التصور ده مش مزبوط سبلاي تشين او سلاسل امداد والتوريد مهتمية بالتلات حاجات سلسلة تدفق البضاعة او المنتج نفسه من ساعة الامتاج طبعا لحد الاخر دي سلسلة تاني سلسلة سلسلة تدفق الفلوس او الاموال تمام؟ الماني فلو او الكاش فلو دي برضو من ضمن الحاجات ازاي الفلوس بتتحرك واجل ولا نقدي وطريقة البيع والحاجات اللي هي الفيننشال فجزء اساسي من سبلاي تشين هتلاقينا بنتدخل في كرات مالية وبنتدخل في حاجات حسابية الجزء التالت وده مهم جدا 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 اللي هو الانفورميشن فلو او تدفق المعلومات تدفق المعلومات هو المحرك الاساسي لعملية الانتاج والسبلاي تشين كلها من اولها الاخر مثال بسيط انت مسلا دلوقتي في قلب الصور ماركت الراجل ده حاطت مسلا نظام النظام ده هو مسلا نظام الكتروني لإدارة الستور عنده فمفروض ان هو اول ما يعني الوضع المثالي وده المثال اللي انا بقوله ده وقع بشكل حقيقي اول ما علبة الشبسي او كيس الشبسي بيتم بيعه البيانات دي بتوصل لي المصنع عشان يبدأ يعرف بيانات عن معدل استهلاك البطاطس وانهي حجمه الكلام ده وبالتالي ناس بتاخد المعلومات دي بتعمل لها او بتعمل لها تحليل عشان يقدأ يعمل اجراءات ان مثلا عندي الصنف الفلاني ده راكد فبالتالي ابدأ اعمل عليه بوشنج او ابدأ اعمل عليه عروض او ابدأ اعمل عليه او اعمل عليه ان انا اسحابه من السوق الصنف ده شغال جدا فزود الانتاج بتاعه تمام الصنف ده عليه نقص معين من السوق ففيه كذا حتى لو كان مش المنتج بتاع حضرتك يعني منتج بديل او منتج منافس فزي ما احنا قلنا الفلو او التدفق بتاع الحجاز في سلاسل اللي امداده التوريد مش حاجة واحدة مش بس البضاعة بتتنقل ازاي وطريقة تنقلها والحاجات دي انما كمان الفلوس المعلومات ده بشكل مختصر حمابة برضو اعرف اراء حضرتكو لو حبينا نتكلم عن الجزية دي بشكل اكبر في فترة جاية ان شاء الله ده هيحصل يعني في بودكاستستاني كان معكم دكتور احمد على الدين ترجمة نانسي قنقر